موسيقى السادسة صباحا في القاهرة أهلا بكم إلى موجز جديد للأخبار أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس استقالته من حكومة الطوارئ مؤكدا دعمه لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في قطاع غزة وعودة المحتجزين وطلب جانس رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو بإجراء انتخابات برلمانية وتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة الأخطاء التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة واصفا الوضع في غرفة اتخاذ القرار داخل إسرائيل بالسيئ جدا كما أعلن عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جادي أيزينكوت استقالته من حكومة الطوارئ وأشار أيزينكوت في خطاب استقالته إلى اعتبارات خارجية وسياسية اخترقت عملية صنع القرار داخل الحكومة الإسرائيلية وتابع أيزينكوت في خطابه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إلى أن الحكومة تمتنعت منذ فترة طويلة عن اتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل من ناحيته شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على مواصلة الحرب حتى تحقيق النصري والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين حسب قوله وأضاف نتنياهو أن الوقت الحالي هو ساعة الوحدة وليس هذا وقتا مناسبا للانسحاب من المعركة وتأتي تصريحات نتنياهو مباشرة بعد إعلان بني جانتس استقالته من مجلس الحرب والتي كان من المتوقع أن تتم السبت الماضي وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد بمجلس الأمن يدو حركة حماس إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين وأفادت وسائل إعلام بأنه من المتوقع أن يتم التصويت غدا على مشروع القرار استشهد خمسة فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد واحد وعشرين فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف للاحتلال في وقت سابق استهدف العديد من المنازل بمناطق متفرقة بقطاع غزة أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو حل الجمعية الوطنية الفرنسية وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة اعتبارا من الثلاثين من يونيو الحالي وأرجع ماكرو تلك الخطوة إلى رغبته في مواجهة اليمين المتطرف الذي حقق نتائج تاريخية في انتخابات البرلمان الأوروبي حصلت كتلة الشعب الأوروبية على 184 مقعدا في البرلمان الأوروبي وجاء بعدها حزب الاشتراكيين والديمقراطيين الذي حصل على 139 مقعدا ويليه في المركز الثالث حزب تجديد أوروبا الذي حصل على 80 مقعدا وتؤثر هذه نتائج على البرلمان الأوروبي حيث سيكون المجلس أقل حماسا للسياسات الرامية لمعالجة قضايا تغير المناخ بينما سيكون حريصا على التدابير الرامية للحد من الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي مشاهدين إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموجز أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة